السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عضو سمعت خبر وجيت بنفسي عشان اتأكد منه مش كل اللي بيتقالي تصدق ولا كل الظاهر حقيقة احنا بناخد بالظاهر سمعت انك بتقوي واحد من خدام الشيطان اللي هحاولها لا قوة الا بالله ايه اللي بتقوله ده اللي سمعته ولط وملوش اي اساس من الصحة احنا ما بنقويش غير التائبين والدارسين نحن رجال النطق الله وليس لنا غاية انسواها هم هم هموما انا بعتزر ان اعطاعت الدارس تفضلوا وكملوا مين ده بتجاوب مين ده ده طالب علم تائب يكشف عن وجه السيدي اول مرة نتشرف بحضورك في الدارس واحنا سعداء ان انت موجود معنا النهارده انا بقول لازم يكشف عن وجه واضح علامات الشيطان على وشه والخادم في ايده هتعمل ايه بعد ما شفت ده كله وعرفت ان الحسن بيدافع عنه عايزك عندي في القص انت ليه ما عبطتش عليك انت هتقولي اعمل ايه واضح انك نسيت لا منستش بفكر في الموضوع ده كل يوم الحكاوة فيها مش عايز قدو عنيف قدام الناس عايز حكاة تبدو طبيعية وبحكمة مولاي الحسن بالباب دعه يا ادخل اعمر مولاي تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل انا عرفت ان الولد ده عايش معاك وبيتك ده فتى تاب الى الله وما احتاج للمساعدة وهو ملوش اي علاقة بالسحر شفت بنفسك وش الولد وعليه علامات الشيطان والخاتم في ايده بيحاول يواجه يقاوه وانا بساعده انا شيخه وترده لا 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 ما ليه السلطة في اني اصد ولا اترده وصاحب السلطة ما ارضوهوش الكلام اللي بتقوله ده انت شيخ كبير ومسن مين ده اللي بتهابه وبتخاف منه غيره وهو في غيره الله ده بيعطي اوامرك انا بحاول احميك تحميني من مين؟ من مصود انا مش محتاج حماية انا محمي برب العزة محمي بيه هو فقط عز وجل اللي محتاج حماية فعلا هو اللي فتح الباب للشيطان ودخلوا بيته وسابوا يتحكم في مشاعره وأفعاله وأحكامه تقصد مين بكلامك؟ انا ما بقصدش حد استأذنك في الانصراف تفضل انت ليه مشيته؟ وفيه ساحر في بيته؟ مش هو الواحده اللي عنده ساحر في البيت انت ليش حاجة تفوتك؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة